مرحب بكم أولا تاني عزيزان مشاهدين. مرحب بخابرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر أهلا سهلا بك. تحاية لك كابتن آيمن. تحاية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الثلاغل في كل مكان. تحاية لنجوم الكبار. كابتن شريف عبد منعام. كابتن نصام معرابي. كابتن عبد الرحمن. كابتن أحمد بلاش. كابتن هل يكر. مبروك للناد الأهلي. مبروك لمجلس الإدارة بالكامل كابتن محمود الخطيب. مبروك للجمهور والجهاز الفني واللاعبين داخل ميدان اللاعدة. سريعا كابتن آيمن. هنروح لحكم المباراة. ونهارده عندنا دروس مستفادة كتير جدا جدا. توضيحية للكل. للجمهور واللاعبين. عشان نقول الفرق ما بين اللاعب العنيف والسلوك المشيين. في فرق كبير جدا ما بين الاتنين. هنا في بطاقة حمرة أو بطاقة حمرة. بس السلوك المشيين من ولاعب كابتن أسامة. اللاعب لا يذهب للكرة إطلاق. يروح للملافس مباشرة. وهنا بقى في نية الإزاء. اللاعب العنيف بيتبقى في الكرة موجودة. بيحاول يلعب. ولكن ما بيلعبش. وبالتالي بيستخدم اللاعب العنيف. خلال الحالات كمان عندنا تجربة تطبيق التسلق كابتن آيمن. ودي كانت فرصة اتحاد دولة بيعملها في هذه البطولة. لحين ان هو بيطبقها في كاس عالم 22. سنذهب لحالات سريعا عشان الوقت. ونشوف من خلال الحالات. هنشوف الحالة الأولى. شوفوا الكرة فينا كابتن أحمد بلال. الكرة فين؟ ما راحش للكرة. هو راح ده اسمه سلوك مشينة كابتن عادل. اللاعب لا يذهب للكرة. وبالتالي هنا في نية الإزاء موجودة. وهنا الحكم طبعا شافها كواس قواب وشاف تفاصيلها. وأشهر بطاقة الحمرة مباشرة دون اللجوء للفار. عدو النهاردة بطاقتان حمروان. مستحقتان اللاعب لنادي الهلال. اللي هو بريرا ومحمد كنو. ونشوف الحالة الثانية. هنا الدخول بلستارز في الأنكل أو في الركبة. وحالة مستحقة. الحالة الثانية. هنا محمد شريف. الأسف الكاميرا هنا موضحتش هل في مخالفة. ولا ما فيش كابتن أيمن. ولكن هنا فيه أعتقد فيه لطشة من تحت. أخارت شوية محمد الشريف. هنا لو كان فيه مخالفة. كان سيبقى فيه كلام في البطاقة الحمراء. هل هي فرصة محقاقة كابتن عادل. ولا مش فرصة محقاقة. دي الحالة دي كانت حالة مهمة جدا جدا. والفار عداها والحكم لم يحتسب أي شيء. حالة بعد كده. هنا تاني. الكرة فينا كابتن هي. كرة سابت. كرة بعيدة سابت. هذا السلوك المشين. اللاعب يلعب على اللاعب المنافس. بنيت إزاء. وهنا الحكم لم يشاهد التفاصيل. والفار النهاردة كانت امتياز في أنه سلع الحكم. وبطاقة حمراء أيضا مستحقة للاعب النادي الهلال. محمد كنو. كنو. ونشوف هنا الراكل هنا في القدم. أسوأ شيء الحكم النهاردة. هو كان محظوظ كابتن أسامة. ودي حالة تعليمية للحكام. من فضلك ما تخشش في مصاري اللعب. في الهدف. يعني النهاردة. لو ما عندكش حس واللعب يشوت. كان ممكن أول أنك أنت تتسبب في إلغاء هدف. بالعكس. الحكم دايما يسعى للمتعة للمشاهد والمتعة لللاعبين. هنا الحكم طبعا تمرك السيء. وبيوطع عشان خاطر الكرة تعدي. محظوظ فيها. لو خبطت من دخلت يا كابتن ناصر. هدف. هدف. ما ترجعش. لا لا لا. بص يا كابتن هنا. الحالة دي حالة صعبة جدا جدا. وأنا بس الحالة التعليمية اللي أنا أعز أقول عليها يا كابتن عادل. إن أنت كحكم إيه اللي جابك هنا. ده السؤال. إنت حدك إيه اللي جابك هنا في التمركز الخاطئ. ولكن هنا بنقول حكم حاول أن هو يعدل. وبالتالي هنا هو وطة والكرة عادلت. نشوف الحالة الأخيرة. هنا كابتن. هنا التحاد الدولي بقى سعى دائما كابتن استمى إلى سرعة استقناف اللعب. حالات الفار أحيانا في التشيك بتعمل أربع دقائية أو خمس دقائية. فهنا تم تطبيق تجربة التسلل الإلكتروني. اللي إيه هو؟ التسلل الإلكتروني دي الهدف منها. بتدي الصورة لحكم الفار في غدون نصف ثانية أو سنة. دي وفار التعامل للوقت. نملة اثنين. هي هنا بتلتقط حاجة مهمة جدا جدا. أطراف اللعب كابتن عادل والكرة. بتبقى بكاميرات تكنولوجيا دقيقة جدا جدا جدا. بتسهل مهمة الفار في احتساب التسلل. وبالتالي هنا كان تسلل موجود في لعبة أحمد عبادل. أخيرا عشان الوقت أيضا نقول. كابتن أيمن نال الأهل النهاردة أدى بشكل كويس جدا. مبروك على الفوز وعلى الأداء وعلى النتيجة. مبروك مجلس الإدارة. مبروك للجمهور والجهاز الفني واللعبين. ومبروك للسودي التحليلي وكل الفريق العملي الموجود في قناة. بنا أخليك يا كابتن. بنا أخليك يا كابتن. وشك حلو داية. وشك حلو كبتن. نشكرك شكرا جزيلا خبرنا التحكم المتميز دائما كابتن ناصر عباس. وبانتهى الفقرة التحكمية عزيزي المشاهدين. بنصل النهاية للسودي التحليل لمبارات الأهلي والهلال السعودي في كاس العالم الأندية. والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بربعية نظيفة. وحصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كاس العالم الأندية. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره والتوفير والمبارات القادمة إن شاء الله. حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة. كابتن شريف عبد النعم. ألف شكرا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن أيمان وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته. وابل جاي بإذن الله. كابتن عادل الرحمن ألف شكرا كابتن وألف مبروك. مبروك الأول لجمهور الأهل العظيم. وبعدين مجلس الإدارة واللعبين. ومتشكرين على إعدائكم ونقفل ونستنينكم يوم الجمهة. كابتن وسام عربي ألف شكرا كابتن وألف مبروك. ألف ألف مبروك أيمن ومبروك لكل من ينتمي للنادي الأهلي. ولجماهير القرى المصرية بصفة عامة. وبنشكر جدا اللعيبة ومجلس الإدارة والجهاز الفني وبالتوفيق دايما إن شاء الله. كابتن أحمد بلال ألف شكرا كابتن وألف مبروك. مبروك يا كابتن أيمن لجمهور النادي الأهلي الأول ومجلس إدارته ولعبته. وفعلا يعني الأهلي بمنحضر في كل مكان. وخير ختام الحمد لله يعني النهاردة ختام غير متوقع. مدالية غير متوقع. أنا مع مستر موسمان إن شاء الله لو كمل مع الأهلين اعتمنى إن شاء الله مدالية فضية. بإذن الله إن شاء الله وأنا عايز برضو أنوه لأستاذ المشاهدين أن ما زالت أجواء الفرحة مستمرة معكم إن شاء الله لحد آخر اليوم في الأهلي في المنديال. شكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستدي تحليلي أخر لكم مني. أطيب المونة ورق تحياتي. شكرا لكم. شكرا لكم.